بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل وصلاة وأتم تسليم ابناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم الأستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلي الأستاذ بندر الصالح بما شئت الله نسأكمل وإياكم دروس مادة الرياضيات للصف الثاني الإبتدائي واليوم درسنا يوم مبدعين ويوم مبدعات يحمل عنوان أحل المسألة أكتب جملة عددية هذا العنوان ابناء وبناتي سيبدأ معنا في هذا الدرس ويستمر معنا حتى الدرس القادم إذن في هذا الدرس سنستعرض فكرة الدرس ومثالا عليه ومن ثم نقوم بحل التدريبات ونستكمل حل التدريبات في الدرس القادم بإذن الله ننطلق يا مبدعين مبارك الله فيكم إذن ننطلق مع درس اليوم أكتب جملة عددية لأحل المسألة هذه هي فكرة الدرس اليوم لدينا أبناء و بناتي هذا المثال وقفت عشر نحلات على زهرة طار منها أربعة كم نحلة بقيت على الزهرة ما رأيكم كيف أجيب على هذا السؤال بكل سهولة أبناء و بناتي نحتاج إلى الخطوات الأربع لحل المسألة من يعطيني ما هي الخطوة الأولى مبدعين أفهم ماذا أفهم يا أبطال أفهم السؤال ما هي المعطيات في السؤال وما هو المطلوب أبناء و بناتي إذن هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية ما هي أن أقوم بوضع خطة تتناسب مع معطيات ومع المطلوب في السؤال وخطتنا لهذا اليوم كما أبلغناكم أكتب جملة عددية إذن أبناء و بناتي هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة ما هي مبدعين أن أقوم بارك الله فيكم بحل هذه المسألة وهذا السؤال باستخدام ماذا؟ الخطة التي وضعناها طيب توصلنا للإجابة هل خلاص نكتفي؟ لا تبقى خطوة أخيرة أن نتحقق من صحة إجابتنا وكذلك من معقوليتها بارك الله فيكم إذن بهذه الخطوات الأربعة بإذن الله نستطيع حل أي سؤال إذن منطلق الآن إلى الخطوة الأولى أفهم إذن أبناء و أبناتي ما المعطيات من المسألة؟ أضع تحتها خط وما المطلوب في المسألة؟ أحوطه؟ إذن هذه هي المسألة الآن وقفت عشر نحلات على زهرة إذن هذا المعطى الأول أن هناك عشر نحلات وقفت على الزهرة طيب بعد ذلك طار منها أربعة طار منها أربعة كذلك هذا معطى آخر في المسألة طيب يا أبطال كم نحلة؟ هنا بدأ يطلب يسأل يقول كم؟ كم نحلة؟ إذن نقوم بتحويطها هنا الطلب كم نحلة بقيت على الزهرة يريد أن يعرف كم نحلة بقيت على الزهرة بعد أن طار منها الأربعة بارك الله فيكم أو أربع النحلات إذن فهمنا السؤال؟ بارك الله فيكم واضح الآن ننطلق إلى الخطوة التالية ما هي؟ خطوة التالية أن أخطط بارك الله فيكم وخطتنا هنا سأقوم بأسأل نفسي هذا السؤال كيف سأحل المسألة؟ إذن كيف سنحلها أبناء و بناتي؟ مبدعين سوف نكتب جملة عددية بارك الله فيكم أكتب جملة عددية إذن ننتقل لخطوة الحل أن أكتب جملة عددية طيب يا أبناء و بناتي ماذا أكتب في الجملة العددية؟ نعود إلى المعطيات هنا المعطيات أبناء و بناتي أن النحلة وقفاً أن الزهرة وقف عليها عشر نحلات إذن سأضع عشرة هنا طيب يا أبطال طار منها أربعة ما رأيكم؟ هل أضيف إلى النحلات نحلات جديدة؟ أم رحلت من النحلات مجموعة من النحل؟ رحلت منها طارت صح أو لا؟ إذن ماذا نستخدم؟ الجمعة من الطرح الطرح يا مبدعين إذن طارت إذن هنا نستخدم الطرح كم عدد النحلات التي طارت؟ أربع نحلات إذن سأضع أربعة و نقول عشرة مطروحاً منها أربعة يساوي كم يا مبدعين؟ هيا أبطال بارك الله فيكم تساوي ست نحلات إذن كم نحلة بقيت على الزهرة؟ نقول ست نحلات و بهذا الشكل نكون أجبنا على هذا السؤال خلصنا يا مبدعين لا لا ننسى تبقى خطوة أخيرة ما هي الخطوة الأخيرة؟ أن نتحقق بنائي و بناتي من صحة إجابتنا أعود و أتحقق هل إجابتي معقولة أم لا؟ ما رأيكم يا مبدعين؟ أنا قلت ابنائي و بناتي إجابتنا أن هناك تبقى ست نحلات طيب كم عدد النحلات التي طارت؟ أربعة لو أضفنا هذه الأربعة على ستة هل سيكون الناتج عدد النحلات التي وقفت على الزهرة في البداية؟ انظروا معي ستة زائداً أربعة تساوي كم يا أبطال؟ مبدعين عشرة وهو عدد النحلات التي وقفت على الزهرة في البداية إذن هنا استخدمنا الجمع ابنائي و بناتي وقمنا بجمع ناتج الطرح من العدد المطروح منه أو عفواً العدد المطروح إذن ناتج الطرح هو ستة والعدد المطروح هو أربعة ستة زائد أربعة يساوي عشرة وهو عدد النحلات تبارك الله فيكم يساوي العدد النحلات التي وقفت على الزهرة إذن بهذا الشكل نكون أجبنا على هذا السؤال وننتقل وإياكم إلى مجموعة من التدريبات حتى نقوم بارك الله فيكم بالتدرب على هذه الطريقة أسعدكم الله جاهزين؟ إذن سأقرأ لكم السؤال بارك الله فيكم وسنقوم بتطبيق الخطوات الأربعة لكل سؤال من هذه الأسئلة أكتب جملة عددية لأحل المسألة السؤال الأول تقف خمسة عشر نملة خارج بيت النمل إذا دخل ثلاث نملات منها فكم نملة بقيت في الخارج؟ ما رأيكم في هذا السؤال؟ حتى أجيب على هذا السؤال ماذا يحتاج؟ مبدعين أن نفهم هذا السؤال ماذا أعطانا في هذا السؤال؟ وماذا يريد مننا؟ الآن أبناء بناتي أريد منكم أسعدكم الله أن تقوموا بتحديد وضع خط تحت المعطيات في هذا السؤال وتحوطون المطلوب في هذا السؤال هل تستطيعون؟ تفضل يا مبدعين تفضل يا مبدعين هيا مبدعين بارك الله فيكم استطعتوا؟ بارك الله فيكم إذن حتى نحدد المعطيات يا الله أباكم تساعدوني أقرأ قراءة متأنية وكل معلومة تأتي في السؤال أضع تحتها خط تقف خمسة عشر نملة خارج بيت النمل إذن هذه معلومة تقف خمسة عشر نملة خارج بيت النمل هذا معطى في سؤال كذلك أكمل إذا دخل ثلاث نملات منها إذن دخلت ثلاث نملات إذن هذه كذلك معلومة أخرى فكم نملة هنا يقول فكم بدأ يسأل صح أو لا إذن هو المطلوب فكم نملة بقيت في الخارج يسألنا كم نملة بقيت في الخارج بعدما دخلت ثلاث نملات من النمل الذي وقف خارج بيته هيا يا أبطال كذا فهمنا السؤال مبدعين طيب بارك الله فيكم ما رأيكم الخطوة التالية ما هي؟ أن أخطط أريد أن أضع خطة ما هي الخطة التي نستخدمها؟ كما طلب مننا في السؤال يا مبدعين وطلب مننا في السؤال هنا أكتب جملة عددية أكتب جملة عددية لأحل المسألة إذن خطتنا أننا سوف نقوم بكتابة جملة عددية حتى نقوم بحل هذا السؤال الآن يا مبدعين الخطوة الثالثة أن نقوم بالحل هل تستطيعون أبناء بنات أن تقوموا بالحل؟ مبدعين إذن خمسة عشر نملة تقف خارج بيتها دخلت ثلاث منها إذن هنا لازم نحدد العملية أبناء بنات التي سنستخدمها في الجملة العددية هل هي جمع أو طرح؟ ومن ثم نوجد الناتج بارك الله فيكم اتفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هيا مبدعين ستطعت تتوصلون للإجابة بارك الله فيكم إذن ساعدوني بارك الله فيكم كم عدد النمل خارج بيت النمل خمسة عشر وقفت خمسة عشر نملة خارج بيت النمل إذن ما المعطيات؟ أضع هنا خمسة عشر عدد النمل الذي يقف خارج بيته يقول إذا دخل ثلاث نملات إذا كانت هناك خمسة عشر دخلت منها ثلاث نملات والمطلوب يقول فكم نملة بقيت في الخارج إذن هنا هل زاد عددها أم قل؟ قل إذن سنستخدم ماذا؟ عملية الطرح أبناء بناتي إذن أطرح كم؟ عدد النمل الذي دخل إلى البيت وهو ثلاث نملات إذن خمسة عشر مطروحا منها ثلاثة ماذا أضع هنا أبناء بناتي؟ نعم علامة يساوي حتى نكتب ناتج الطرح بعد ذلك أسعدكم الله الآن خمسة عشر مطروحا منها ثلاثة هل نستطيع أن نصل إلى الإجابة؟ مبدعين نستطيع بكل سؤولة نستخدم فيها الطرح بالعدد التنازلي أضع خمسة عشر في ذهني وثلاثة في يدي كل مرة سأقوم بالعدد تنازليا بمقدار واحد كم مرة؟ ثلاث مرات خمسة عشر ماذا يأتي قبله؟ هيا أبطال أربعة عشر ثلاثة عشر إثنى عشر إذن خمسة عشر مطروحا منها ثلاثة تساوي إثنى عشر نملة إذن وصلنا للإجابة هنا هل خلاص نكتفي بهذا الطريق يا أبناء بناتي؟ تبقى خطوة أخيرة وما هي يا أبناء بناتي؟ أن أتحقق من صحة ومعقولية إجابتي بارك الله فيكم إذن ما رأيكم؟ كيف سنستخدم؟ وما هي الطريقة التي تساعدنا للتحقق من إجابتنا؟ هيا أبطال مبدعين ما رأيكم لو قمنا بجمع الناتج ناتج عملية الطرح مع العدد المطروح ماذا سيكون؟ إذا كان ناتج الطرح مضافا إليه العدد المطروح كان ناتجه يساوي عدد النمل الذي وقف خارج البيت في البداية فإجابتنا صحيحة ما رأيكم؟ هل نستطيع؟ إذن نكتب هذه العملية حتى نتحقق 12 وهو كانت إجابتنا أضفنا إليها الثلاث نملات التي دخلت هل سيصبح الناتج هو عدد النمل الذي وقف خارج البيت في البداية؟ تفضل يا مبدعين هيا مبدعين وصلتوا للإجابة 12 مضافا إليها ثلاثة كم سيكون ناتج الجمع؟ 15 وهو مساوي لعدد النمل الذي توقف خارج البيت في بداية السؤال إذن بهذا الشكل تأكدنا أن إجابتنا صحيحة وإجابتنا هنا هي أن 12 نملة هي التي بقيت خارج بيت النمل أبنائي وبناتي وبهذا الشكل نكون أجبنا على هذا السؤال ننتقل وإياكم إلى السؤال التالي في هذا السؤال كذلك أكتب جملة عددية لأحل المسألة السؤال الثاني التقط سنجاب 12 ثمرة ثم التقط 5 ثمارات أخرى كم ثمرة أصبحت عند السنجاب؟ ما رأيكم في هذا السؤال؟ هل نستطيع حلها؟ نعم بكل سهولة ولكن لا بد أن نطبق الخطوات الأربع لحل المسألة الخطوة الأولى أفهم ماذا أفهم؟ أفهم السؤال ماذا أعطاني فيه من معطيات وماذا يريد مني؟ إذن أريد منكم أبنائي وبناتي أن تقوم بقراءة السؤال مرة أخرى وتضعوا خط تحت كل معلومة وردت في هذا السؤال كمعطى وكذلك نحوط الطلب الذي طلبه في السؤال تفضلوا يا مبدعي تفضلوا يا مبدعي هيا أبطال وصلت للإجابة حددت المعطيات المطلوب بارك الله فيكم إذن هنا بارك الله فيكم سأقرأ الآن قراءة متأنية وأريد منكم أبنائي وبناتي أن تقوموا بمساعدتي التقط سنجاب 12 ثمرة هنا معلومة إذن محددها بارك الله فيكم ثم التقط خمس ثمرات أخرى هذه معلومة أخرى أنه التقط 12 ثمرة ثم التقط خمس ثمرات أخرى كم ثمرة؟ وهنا بدأ يطلب يسأل كم ثمرة أصبحت عند السنجاب إذن يريد أن يعرف كم عدد الثمر الذي أصبح لدى السنجاب إذن فهمنا السؤال يا أبطال بارك الله فيكم ننتقل وإياكم إلى الخطوة التالية وهي أن أضع خطة ما رأيكم؟ ما هي خطتنا هنا؟ كما طلب منا في السؤال أن أكتب جملة عددية لأحل المسألة إذن هذه خطتنا بارك الله فيكم الآن ننتقل إلى خطوة الحل حتى نقوم بتطبيق الخطة التي وضعناها وهو أن أكتب جملة عددية إذن من المعطيات والمطلوب أحتاج أن أكتب جملة عددية أبناء بناتي للإجابة على هذا السؤال ولكن قبل أن أبدأ بكتابة الجملة العددية لا بد أن أحدد ما هي العملية المناسبة عملية جمع أم عملية طرح جاهزين يا مبدعين؟ تفضلوا حددوا العملية ثم أكتبوا الجملة العددية تفضلوا يا مبدعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بقراءة المعطيات التقط سنجاب 12 ثمرة ثم التقط مرة أخرى خمس ثمارات المطلوب كم ثمرة أصبح لدى السنجاب إذن يريد مجموع الثمر الذي كان معه مع الذي التقطه في المرة الأخرى إذن العملية المناسبة هي عملية الجمع دارك الله فيكم إذن نقول في المرة الأولى التقط 12 ثمرة ثمرة أضفنا عليها خمس ثمارات أخرى كم سيكون الناتجة مبدعين 12 زائدا خمسة يا أبطال هيا مبدعين 17 إذن نضع الإجابة هنا 17 ثمرة بارك الله فيكم سهلا ولا صعبة مبدعين تبقى لدينا أن نتحقق من صحة إجابتنا وكذلك من معقولياته أستطيع أن أقوم بعملية الجمع بطريقة أخرى صح أو لا يا أبطال أن نقوم بالعد التصاعدي أنا جمعناها قبل قليل ذهنيا صح أو لا مبدعين الآن أجمعها بالعد التصاعدي 12 سأضيف إليها خمسة إذن سأقوم بالعد التصاعديا خمس مرات إذن 12 ماذا يأتي بعدها؟ 13 14 15 16 17 إذن وصلنا نفس الإجابة إذن إجابتنا صحيحة وبهذا الشكل ماذا نقول؟ مبدعين أن كم عدد الثمر الذي أصبح لدى السنجاب نقول أصبح لديه 17 ثمرة وبهذا الشكل أبناء و بناتي نكون أجبنا على هذا السؤال ومع هذا السؤال أبناء و بناتي نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم تبقى مجموعة من الأسئلة بإذن الله في الحصة القادمة على خير سنستعرضها وإياكم إلى أن نراكم في الحصة القادمة تقبلوا تحياتنا أنا معلمكم علي القحطاني و زميلي في لغة الإشارة السيد بندر الصالح في أمان الله ترجمة نانسي قنقر